نعم 1 كيلو نووي يعادل طن من الأسلحة التقليدية أو من الـ TNT والتفجير الذي حدث في مرفأ بيروت في لبنان يساوي 1 كيلو طن نعم 1 كيلو طن وكل هذا الدمار الذي ذهب في مصوامع الحبوب وفيه نصف بيروت هو 1 كيلو فقط فلو استخدم هذا السلاح مخيف جدا أنا برأيي السلاح نصف كيلو وكيلو التكتيكي هو مخيف أكثر من الاستراتيجي لأن التكتيكي يتم استخدامه في مدينة في كتيبة في لواء يدمر التدمير كامل أما الأسلحة الكبيرة فهي بتدمير بحجم منطقة واسعة ولا يمكن استخدامها تثير العالم أو تثير رعب العالم وربما يعني يكون تأثير أكبر معنويا على العالم وربما يواجه في أسلحة من هذا النوع أما عندما يتم استخدام هذا النوع على كتائب معينة أو على جبهات متعثرة أو جبهات ناجحة يعني متعثرة من قبل الهجوم الروسي أو يعني ناجحة من قبل الهجوم الأوكراني مثلا يتم استخدامه بمقدار نصف كيلو طن ضد كتيبة أو ضد لواء يتم إبادة هذا اللواء بشكل كبير عندها يتم شل قدرة المقاتل على القتال لأن استخدام هذا السلاح يرعب الجميع وخاصة من رأى آثاره يعني عندما تم استخدام هذا السلاح أو سلاح أقل منه بكثير في حلب مثلا استخدام الأسلحة الفوسفورية التي يعني تحرق يعني ترتفع درجة الحرارة إلى أكثر من ألف أو ثمانمائة درجة عندما يتم صهر الجسم البشري يعني يفقد الإنسان القدرة القتالية ويفقد الروح المعنوية وهذا ما يريده الروس من تحريك هذا النوع من الأسلحة وإذا تم هذا الاستخدام هذا هو الهدف هو شل قدرة المقاتلين وربما الردع لعدم الاجتياز الخطوط التي رسمها الروس وخاصة بعد السيطرة على مناطق الأربعة وضم بوتين لهذه المناطق إلى الاتحاد الروسي كخيرسون وزابروتشيا ولوغنسك ودونسك هذه أصبحت أراضي روسية في العرف الروسي وتم ضمها بقرار من الرئيس بوتين اشتركوا في القناة